هنسمع رؤية المدير الفني لفريق النادي الاهلي للناشئين موليد 2005 الكابتن أحمد سمير مساء الخير يا كابتن أحمد السلام الخير يا محمد وضع حضرتك أهلا وسهلا بيك وسعداء بمشاركتك معنا يا كابتن أحمد ربنا يا كرامك حبيب الله يا كرامك كابتن أحمد أولا مبروك الظهور بالمستوى ده والمشاركة والحضور دوليا في مراحل عمرية مختلفة أو مراحل الناشئين يعني قبل كمان مناصر لمراحل الشباب أو الاقتراب من مرحلة التأهيل للفريق الأول أو الدرجة الأولى في النادي الأهلي شايف إزاي التجربة تجربة المشاركة في الدورة الدولية الودي لا والله كانت تجربة مفيدة جدا الأول بمس على الكابتنك كبير والدينك الكبير بتاعنا كابتن مصالح بمش عليه زي كابتن أحمد زي صحيات الله يخليك يا كابتن أحمد حضرتك الحمد لله الله يكرم لأيك التجربة طبعا جميلة جدا كانت تجربة مفيدة لنا طبعا احتكاج بالفرقة الأوروبية ونشوف ثقافات تامية ونشوف تعامل شاني مع اللعبة داخل الملعب يمكن احنا هنا بصد لله متصدرين البطولة بتاعاتنا بصد لله ومع اين بي ونفس النقاط ولكن احنا سببين بالأجاب كان عندنا بطولة جمهورية استعداداتنا كان عندنا بطولة جمهورية بتلعب في نفس خيض يمكن كان فيها أهلي وزمالكم أولين قبل من سافر باسبوعين خذنا المركز الأول في 2005 ولكن الاختلاف هنا بقى التقافات تانية ودول تانية النهاردة انت تتترج على برشدونة ريال مدريد بيوبينتوس سيبركول غانا انتولا كندا فرق من إمارات فرق خليجية لا كانت يعطب ركس عالم للقرار طب هسألك يا كابتن أحمد سؤال صريح شوي حجم الفرق وأسماء الأندية الأشهر في العالم اللي شفت فرق بتمثلها من مراحل موليد 2005 في البطولة دي هل ممكن تفيد وتسق الخبرات المدرب نفسه يعني ممكن تكسبك بعض الخبرات اللي بدورك هتنقلها لللاعبين طبعا طبعا كل مكان يفهم فيها إيجابيات وسلبيات أكيد احنا شفنا إيجابيات كتيرة جدا لنازم احنا نتعلم منها يعني أكيد في صورة برشدونة وريل مدريد أنا شفت كورة يعني زي ما الناس ما تلعب زي الفريل أول بالضفط ما فيش الناس حجة التنظاف الطاقة بأقل مجهود اللعيبة بتلعب من رجل الرجل تحركات على أعلى مستوى ما بيعملوش مجهود الكورة بتتقل بشكل ثالث جدا وتحركات صدار المدفعين لا دي حاجات تخلينا احنا كمان نشتغل على يمكنك كتنا حروف كنا نعمل معاك معاك فبيتكلم في الحتة دي كتنا حروف دايما دايما يعمد هناك معاك فبيناقش حتة السلبيات اللي بداية موجودة وبينبقوا بننمي الإيجابيات اللي عنده فمن ضمن الإيجابيات اللي احنا شفناها كتنا حروف كنا بيقول إن احنا مهارات زي مهارات الناس اللي بره بالضبط ولكن في حاجات تالية فرقة عندنا شوية حسة القوة وانتصحة شوية يمكن هم بيستموا بيها يمكن أجسام الولاد الناس وربا برضو ما شاء الله يعني أنا فالسلسفاكس اللي بربا في كامل عيد تلس حسة هم هم الصبعيين ما شاء الله أجسامهم جملة جدا الحاجات اللي هي فيها ثوابت والكوار السابسة بيستغلوها بشكل وسبب يخليك أنت تتعلمه وفي أخطاء أنت بتحاول لأن أنت تعالجها وأي إيجابية عندك أنت بتحاول تماميها لا مدارس مختلفة كل مدرسة لها ككراها وكل مدرسة لها شغلها ده نضعي حوايثك برشلولة وريال مدريد لا حاجة حاجة جمدة جدا التجربة مفيدة التجربة مؤثرة جدا ومفيدة جدا فنية من وجهة نظر طبعا ممكن إحنا وقعنا مع سرئيسين من أسطانيا لا أنا راجع عن أداء الولاد بشكل جيد جدا ويدي كاب محمود راضي كان حصل اجتماع معايا مع كالسونجيزو ويسوك خالي المساهل تتكلم مبضوط جدا من أداء الولاد إن كان هم بيروحوا للولاد أما بيتغيروا المستاد يروحوا لهم لا ما تعيطوش إنت عناس المباراك وإيه إنته هايدين ولازم تتعاود على استطافة المكتب والاستطارة إنت متعاود هنا فاصل إنت بتبقى رقم واحد بطبط لله ولكن العالمية النهاردة لأ النهاردة بقالنا فترة طويلة طبعا أنا بشكر مجلسة وزارة السادي الآلي والناس اللي أتحفظون بسرطة إن احنا نتافر المسؤولين كابتن عمرو المجل كابتن محمود صالح كابتن خالف جد الله كابتن كرابي كابتن سامح اسمي الناس دي يعني ساعدتنا برضو تحفظ السفر ده ستفرح بعانا كمية جدا إن احنا نتعلم من الخبرات اللي احنا شكناها دي بحاجة كويتة يعني أنا مخصوص جدا ونتعلم طبعا ونتفيد من كل التجارب اللي بتقابلنا على كل إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله تكون تأثيرات إيجابية جدا لهذه المشاركات الدولية والاحتكاك مع خبرات